المصالح في البلدات العربية النقب نعم نقول أنه بعد التسهيلات الأخيرة ويعادة فتح المطاعم والمقاهي نشاهد أن هناك إقبال كبير على المقاهي ومحلات الأرقيل وأيضا المطاعم في المنطقة وإذا تحدثنا عن الإقبال الكل على ما يبدو كان بانتظار هذه الفرصة والسماح بافتتاح المطاعم والمقاهي للخروج من البيت لخروج أيضا تغيير الجو بعد أن كان الشخص أو الشباب من البيت إلى العمل من العمل إلى البيت الآن هناك أماكن للتسلية سنتحدث عن هذا الموضوع مع رشيد العمور من مقهى إيلين رشيد مساء الخير يعني هذا المقهى بيستقبل عشرات الشباب يوميا يعني الشباب كانوا ضيقين بهالدرجة أنه بدهم المقاهي تفتح مساء النور بعد الكورونا كل عارف أن كانت كورونا وكل مسكر ومن الدار للشغل وما حد يعني ما في مقاهي ولا مطاعم ولا محلات الشباب يمشوا عليها لا الحين لما سمعوا بالتسلات الجديدة أن مقاهي ومطاعم المفتوح كل في قبالنا الشباب يعني أن محل جديد وجو وقاعد رائق وأشياء الشباب يعني كانوا بيستنوا هذه اللحظة بس كمان مهم جدا الحفاظ على تعليمات يعني عطوكوا تعليمات خاصة عشان تستقبلوا الشباب صحيح عندنا تعليمات وزارة الصحة كمامة والتعاد المترين طاولة عن طاولة والشباب يعني كل منهم مش على حسب تعليمات وزارة الصحة العدد أيضا عدد معين اللي فوت على المطاعم العدد يعني عدد معين حسب ما سمحوا يعني في وزارة الصحة التسلات الأخيرة العدد معين يعني مش عدد مفتوح نعم تحكوا مع الشباب أنه عن الفترة اللي كانوا فيها في البيوت أو عن موضوع التطعيمات الآن حتى نطلع من هذا الجو أكيد نحكي مع الشباب عن الموضوع هذا يعني الشباب كلها كانت يعني زي ما تقول زهقانة من الدار وفتحها لهم المجال المقاهي والمطاعم وتغير الجو نعم في قبال عن موضوع التطعيمات الشباب خاصة منطقة النقب يعني زي ما منشوف في قبال في قبال منطقة النقب في قبال مع الشباب وكل الأجيال مشان نطلع من الجو زي ما بقوله مغبر نعم شكرا رشيد شكرا لك سنتحدث أيضا مع محمد يعقوب أبو القعان محمد يعني أنت جاي اليوم مع مجموعة أصدقاء زهقت في البيت من الوضع اللي كان نعم أول شي احنا نشكر الإخوة الكرام لأنه فتحوا أنه المجال نشوف الأصدقاء ونلتقي مع بعضنا وفتحوا المقاهي والمطاعم لكي نلتقي ونشوف بعضنا البعض ونحمد لله احنا ماشيين حسب تعليمات وزارة الصحة طبعا نرتدي الكمامة ومع بعضنا بعد كل واحد مترين هنا الثاني حسب الطلب ونحمد لله الأجواء حلوة ونحمد لله رجعنا على حياتنا الطبيعية كان فيه ضغط معين عند الشباب اللي قاعدين في البيوت من البيت للعمل من العمل للبيت طبعا كان فيه ضغط وفيه تفشش وكل محشور في البيوت لأن الجو أحسن بكثير الأماكن افتتحات الواحد بيطلع للقهاوي بيطلع للمطاعم للسياحة بيطلع بلف بيرجع فيه جو تبع الحيال اللي قبل الحمد لله بس عشان نطلع من الجو اكيد موضوع التطعيمات مهم جدا وخاصة ان الشباب في منطقة النقب بتتحكم بعض عن هذا الموضوع بتشجعوا بعض عن التطعيم طبعا الكل بيشجع الثاني على التطعيم لأنه لازم نرجع لحياتنا اللي قبل فلازم أنا بناشد كل الشباب التطعيم الكل يطعم أنا طعم الاخوان يطعم الوالد الحمد لله طعم الكل يطعم أنا بناشد كل الشباب هنا تطعم مشان نرجع لحياتنا اللي قبل ونرجع نمرس الحياة القديمة شكرا لك بسلام الحمد لله نعم زميل شحاد عازم نقول لأن المقايي في منطقة النقب والمطاعم تستقبل عدد كبير من الأهالي والكل يريد أن يخرج من الجو الذي عشناه جو الإغلاق اللي كان حتى يعني يعني على القل قليل من الراحة في هذه الأيام الصعبة التي مرت على الكثير من الأهالي نعم التطعيم من أجل العودة إلى حياتنا الطبيعية من مقهى ألين في بئر السبع نعيد البلث إلى استوديوهات قناة هلا شكرا